السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله اليوم راح نتناول اهم المواضيع الخاصة في unit 1 و 2 and 3 للصف الرابع الاعدادي اول جزء راح نتناول هو textbook passages معناها قطع الكتاب شون تجينا بالامتحان عندنا question put true or false يعني ضع صح او خطأ واضح ان كان كلمة او يعني حرف تخلي then فيما بعد correct صحح the wrong ones وصحح الجمل الخاطئ ادنا اول جملة هذه طبعا تجيك عادة بعد القطع الخارجية english doesn't have اللغة الانجليزية لا تحتوي او ليس فيها many words العديد من الكلمات with similar meanings يعني ما بيها كلمات مش شابهة نقول هاي جملة خاطئة false there are a lot of similar words هناك الكثير من الكلمات المتشابهة مثلا نقول مرات reply اكو كلمة شابهة بالمعنى answer هم ايضا معناها يجيب reply يجيب وانسر ايضا يجيب number two the english language اللغة الانجليزية has changed اللغة الانجليزية تغيرت a lot كثيرا over time بمرور الوقت هاي الجملة صحيح نعم تغيرت زين number three people first wrote الناس لأول مرة كتبوا in english باللغة الانجليزية in the ninth century في القرن الشن التاسع طبعا هاي الجملة خاطئة حسب قطع الكتاب الموجودة نقول false الجملة خاطئة people first wrote الناس كتبوا لأول مرة in english in the tenth century في القرن العاشر مع تصحيح الجملة بالامتحان لازم زين number four when the vikings هاي قبائل ال vikings arrived عندما وصلت people stopped الناس توقفوا عن شنو using anglo-saxon words ايضا ان انجلو سكسن هم قبائل يعني توقفوا عن استخدام كلمات الانجلو سكسن زين فنقول الجملة false خاطئة people used يعني الناس استخدموا a mixture مزيج of words مزيجا من الكلمات number five the normans هاي the normans يعني قبائل وين موجودة في فرنسا invaded يعني غزوا brought in 1066 يعني في عام 1066 الجملة صحيحة true زين number six the normans هاي القبائل اللي قلنا تعيش في فرنسا شبيه brought german words جلبوا الكلمات الألمانية to english لا خاطئة يعني هاي جملة خاطئة false نقول they brought جلبوا french words الكلمات الفرنسية زين number seven most synonyms معظم المعارفات have exactly تحتوي على بالضبط the same meaning تحتوي على نفس المعنى بالضبط نقول جملة خاطئة the meanings of synonyms معاني المعارفات واضح are not exactly ليس بالضبط the same ليس بالضبط شنو نفس المعنى مشابه لها وبعض الأحيان لا مشابه زين answer the following questions هاي طبعا عندنا قطعة كندا شنو المطلوب من عدي سؤال what are the official languages of canada ما هي اللغات الرسمية لكندا the English and the French اعتمال تجيك فراغ the official languages of canada are English and the French فأدي الجملة من تعرف معناها راح تعرف تتحكم بيها شون ان كانت تجتي سؤال فراغ صح وخطأ زين number two what is the capital of canada ما هي عاصمة كندا أو تاو هذا الإجابة how big is canada شقد يعني شاسم مساحتها 9,979,000 and 619 يعني هذا الحجم ما هي الأشكال الطبيعية التي تحتويها كندا it has فيها أو تملك كندا rivers انهار lakes بحيرات forests معناها غابات glaciers انهار جليدية and waterfalls وشلالات زين ننتقل الآن إلى تكملة القطع اللي هي مال اليونسيف ذنينك طبعا ضمن حفظ يعني ذنين الموجودات لازم تنحفظ هاي الجملة زين نيجي على قطعة اليونسيف شون تجيك mark معناها ضع إشارة أو put هنانا mark the sentences ضع إشارة على الجمل true or false صح أو خطأ شنسوي لازم بعدين then correct the wrong ones وصحح الجمل الخاطئ يونسيف only helps اليونسيف فقط تساعد اليونسيف شنو only helps children in Europe فقط تساعد الأطفال في أوروبا false نقول اليونسيف helps اليونسيف تساعد children الأطفال all over the world في جميع أنحاء العالم زين number two the F حرف الأف in UNICEF ما قلنا احنا كلمة UNICEF هي متكونة من عدة كلمات عندنا اليو united والن nation فيقول لك حرف الأف in UNICEF stands for يرمز إلى كلمة food طعام نقول هاي الجملة خاطئة false stands for fund fund معناها شنو معناها صندوق رأس مال أو رأس مال fund معناها رأس المال زين في كلمة UNICEF زين number three some children بعض الأطفال can't go لا يستطيعون الذهاب to school إلى المدرسة because they have to work أنه ينبغي عليهم أن يعملوا ما يقدرون يروحوا للمدرسة لأنهم شنو بسبب أنه يجب أن يعملوا فالجملة صحيحة حسب قطعة ال UNICEF هي كفكهة الخاصة بها الأطفال بها المناطق صحيح ما يقدرون يذهبون إلى المدارس يذهبون إلى المدارس number four UNICEF thinks ال UNICEF تعتقد more children أن المزيد من الأطفال should work in factories يعني ال UNICEF تعتقد أن مزيد من الأطفال ينبغي أن يعملوا في المصانع هذه الجملة خاطئة هي بالعكس أتدهم يروحون للمدرسة نقول false UNICEF tries to make sure تحاول أن تتأكد أنه more children مزيدا من الأطفال go to school five governments الحكومات don't help UNICEF الحكومات لا تساعد UNICEF false نقول UNICEF works with governments ال UNICEF تعمل مع الحكومات زين عندنا القطعة الأخيرة اللي هي خاصة بساندرا تشكت لأنها نسيت أن تأخذ سترة واذهير معها number three when where متى the first stones متى هذه الأحجار الأولى put at stonehenge في منطقة stonehenge في بريطانيا about five thousand حوالي خمسة آلاف سنة شنو مضت years ago زين number five why couldn't sandera get لماذا sandera لم تستطع get close أن تصل قرب to the stones الأحجار because tourist لأن السياح had damaged سبب ضرع المن the stones إلى الأحجار زين number five who was the great pyramid لمن الهرم العظيم بني built for for afaro إلى فرعون named kofo number six why was sandera hot لماذا شعرت sandera بالحر when she got to the great pyramid when to the great pyramid لماذا شعرت بالحر عندما وصلت إلى الهرم العظيم الجواب because she had been walking لأنها كانت تتمش all the day طوال اليوم زين number seven what does sandera like to do ماذا تحب sandera أن تعمل when she travels عندما تسافر she likes أنها تحب to visit and تزوع all buildings البنايات القديمة number eight والسؤال الأخير why did the parthenon explode لماذا هذا المعبد اللي باليونان انفجر explode because بسبب people had been keeping لأن الناس كانوا يحفظون gunpowder البارود there هناك لأن انتهينا من جزء خاص بالقطع الخاصة بالكتاب إن شاء الله وعلى هذا المقطع يعني هذا الفاصل راح نكمل شنو الأدب والأهم المواضيع الموجودة بي الآن وصلنا إلى المقطع الثاني من الأمور المهمة الخاصة بامتحان الكورس الأول للصفة الرابعة العدادية وعدنا هو literature focus معناها التركيز على بعض جنواني بالأدب وعدنا تعريف what is power 3 ما هو الشعر poetry is a mixture الشعر عبارة عن مزيج of three things ثلاثة أشياء رئيسية يتكون منها الشعر meaning and ideas المعنى والأفكار the look of the words معناها مظهر الكلمات on the page على الصفحة on the sound of the words وصوت الكلمات زين عدنا بعدها سؤال مهم what are ما هي the most important tools ما هي أهم أدوات منها of the poet الشعر poetry شعر البوت الشعر عدنا poem القصيدة زين الإجابة the most important tools of the poet are يعني أهم أدوات الشعر هي شنو imagery التصور أو التخيل metaphor الاستعارة وعدنا personification التشسيد وعدنا weird sounds وال poetic form واضح sounds يتعلق بالصوت poetic form معناها الصيرة الشعرية زين أحنا أخذ ثلاثة تعارف مهمة من ذني لأن ذني شئ بعض الصعوبة يواجه بها الطلا فأحنا أخذ imagery والmetaphor والpersonification نجي على imagery تعريف an image هي صورة الان image هي شنو عبارة عن شنو is a picture صورة created tension in the mind في عقل منه of the reader القارئ أو منه listener المستمع by part of the poem بجزء من القصيدة المотив اللي هي الفكرة الفكرة أيضا is an image عبارة عن صورة شيء ما is described يوصف as though كأنه شنو it is alive كأنه على قيد الحياة يعني يطيش أمور تشبه الخصائص اللي يتمتع بها الإنسان often غالبا غالبا as though it is human غالبا ما شنو كأنه إنسان for example the flowers أن الزهور لازم تطي مثال بالامتحان the flowers danced in the wind الزهور رقصت في الغياح يعني الطاق خصائص اللي يتمتع بيه الإنسان نجي نجي على المتافور الاستعار الأمتافور الاستعارة compares تقارن two things شيئين that are not usually التي عادة لا شنو thought to be يعتقد the same يعني إحنا بالعادة نعتقد أنه شنو مختلفات for example my spirit روحي is a bird شبهت الروح أو قارنت هو ياما ويالطائر زين السيميل شنو هو جزء من الاستعارة أو نوع من الاستعارة السيميل التشبيه is a type of متافور هو نوع من الاستعارة which always بحيث دائما يستخدم comparing words كلمات مقارنة شنو هي الكلمات المقارنة أما كلمة like مثل أو يشبه or as معناها ك أو يشبه مثال his mind عقله is like an open book his mind is like an open book يعني عقله كالكتاب المفتوح زين نجي على الشاعر من هو الفرد لورد تينيسون هذا الشاعر بمجموعة من الأسئلة المهمة اللي راح تجينا بالكورس الأول ماذا كان الفرد لورد تينيسون كان واحدا من يعني أكثر شهرة يعني واحد من أكثر شعراء شهرة ومحبوب من قبل الناس للشعراء بالعصر الفكتوري الفكتوريان يعني الملكة الفكتورية زين سموه بالنسبة يعني نسبة إلى اسمها زين نومبر 2 وين وين متى واين وزي بورن ما رات يحط لك الاسم بالامتحان ما يحط لك الضمير هي فتعرف منه الفرد لورد تينيسون زين الفرد لورد تينيسون وز بورن 6 اوغسط بالسادس من شهر منه اب ان لينكنشير انجلند في منطقة لينكنشير في انجلترا زين الفرد لورد تينيسون وزا فورث هو يجيك بالامتحان كان الرابع من 12 تشيلدن كان رابع من 12 من الأطفال ان انهابي فاميلي في عائلة شنو غير سعيدة انهابي تجيك فراغ احتمال الفورث التويلف تكملها زين حسب ضبعا هم مدرس المادة يعني هو يجيك يحدد لك مراد الطريقة أو يخليك انت حسب فهمك تكمل الاجابة نمبر فور ماذا اظهر انه اظهر انه اظهر نبوغ او شون نقول موهبة مبكرة للكتابة نمبر نجي على نمبر 5 ماذا اظهر ان ايرلي تالنت موهبة مبكرة شنو فورايتن شوكد اد ايج اوف تولد في سن الثانية عشر نمبر 6 ماذا كتب ماذا كتب انه كتب ستة الاف شنو نحن نقول مرات بيت افيك بوم لقصيدة ملحمية مزين أين تعلم هنه تعلم في كلية اللاهوت شنو كامبرج في جامعة شنو كامبرج زين نجي على تكملة الاسئلة 8 الفرد لورد تونسون فيماس بومز شنو قصائد المشهور في ذكرى تأبين السيدة شارلوت السيدة شارلوت و و واضح هذان 3 قصائد مهمة اللي كتبهم الفرد لورد تونسون نجي نمبر 9 متى توفي الفرد لورد تونسون مات في 1892 في عام 1892 السؤال الأخير الأخير 10 أين دفنه الفرد لورد تونسون واسبيرد في بويتس كورنر هناك منطقة خاصة للشعارة زاوية خاصة للشعارة المشهورين وين في كنيسة أو دير وست منستر طبعا هسا خلصنا الجزء الخاص بشنو الأدب وإن شاء الله بعدها راح ناخد الجزء الخاص بالمفردات طبعا بهذا المرطع كان من المفترض أني ونتناول المفردات بس أنا فضلت نتناول يعني الإنشاءات الخاصة بموضوع الكتابة الريتين وبعدين نتناول موضوع المفردات أدنا write about something أكتب عن شيء happen to you حصل لك أتسكول في المدرسة طبعا راح نبدأ إنشاء three years ago ثلاثة سنوات ومضت I took part معناها شاركت in a competition في منافسة of math problems لمسائل العياضيات at school في المدرسة I was very eager أنا كنت متلحفا to win للفوز and be the best وأن أكون الأفضل but before that لكن قبل ذلك unexpected thing شيء غير متوقع had happened حصل my father found me and told me يعني اتصل بي وأخبارني that I had to attend علي أن أحضر my uncle's wedding زواج عمي I was nearly shocked أنا تقريبا صدمت and my dream وحلمي in winning في الفوز was finished تلاشى a little later بعد قليل I got another call I got another call يعني استلمت مكالمة أخرى from my dad من أبي and he told me وأخبارني that I could stay أستطيع البقاء finally في الأخير أو بالنهاية I have fulfilled حققت my dream حلمي and won وربحت the competition المنافسة it was the greatest day أنه كان أعظم يوم in my life في حياتي نجي هسة على الاستمارة الطلب الإنشاء الآخر أو يعني الخاص بالكتابة draw and fill out an application form معناه أرسم وملأ استمارة الطلب طبعا لازم أنت يعني ترسم هاي الحقول وتخلي مثلا سورنيم اللقم والفورنيم الاسم الأول وكلها تمليها date عدنا سورنيم كدنا اللقب الفورنيم الاسم اسمك الأول الاسم الأول DOB معناها date of birth الأدرس العنوان السدرة ستريد كربلا إراك عدنا postcode الرمز البريدي أيضا تخلي هذا الرمز تقدر تخلي نفسه يعني رقم البريدي أو رمز البريدي phone number رقم الهاتف هذا تخلي افتراضي مو إلا صحيح email address أيضا عنوان البريدي الإلكتروني أيضا افتراضي تخلي زين أدنى السؤال الأخير باستمارة الطلب تقول مثلا why are you interested in our school هاي علمك شون تملي استمارة الطلب وشون فكرة استمارة الطلب why are you interested in our school I would like to go أنا أحب أن أذهب on a summer program في برنامج خاص بالصيف to improve my English لتحسين شنو لغة الإنجليزية I'm interested أنا مهتما in your school أنا مهتما بمدرساتكم because you offer لأنكم تعرضون English classes يعني صفوف اللغة الإنجليزية at many levels بمستويات عديدة خلصنا هسا هذا الإنشاء بملء استمارة الطلب ننتقل إلى الإنشاء الأخير write an email أكتب بريد إليكتروني to your friend إلى صديقك to tell him لتخبره about your holiday حول عطلتك هذا البريد عادة للأصدقاء يكون غير رسمي يعني الكلمات نستخدمها غير رسميا نقدر نستخدم اختصارات from أحمد من أحمد المرسل الشخص المرسل أحمد to المرسل إليه راشد مرحبا بك from England من انجلترا هاي عاشد مرحبا بك أو أهلا بك يا راشد how are you كيف حالك I'm fine أنا بخير as you know كما تعرف where spending نحن نقضي three weeks ثلاثة أسابيع in England في انجلترا I've been speaking English يعني أنا دار تواصل بتحدث الإنجليزية every day I think أنا أعتقد I am improving أنا قاعد أو تقدر تقول I'm improving يعني أنا قاعد شنو أتحسن improving معنى الشخص يتحسن نعم I'm getting better now we are in London نحن الآن في لندن we've been visiting نحن نزور lots of monuments المناطق الأثائية on the museums والمتاحف my favorite is the British museum يعني طبعا المكان المفضل إليه وشنو المتحف البريطاني the British the British يعني museum المتحف البريطاني it's really huge إنه حقا ضخم and it has ويحتوي على a lot of كثير من interesting Iraqi arts من الفنون العراقية الممتعة المشوقة I think you like it too أنا أعتقد أنك سوف تحبها أيضا I hope you're having يعني أنا أأمل أنك دتحصل على شنو fun to على الماح أيضا Have you been going to the gym هل دتروح إلى القاعة الرياضية I'll go with you I'll go with you يعني I will go with you سوف أذهب معك when we get home عندما شنو نصل إلى البيت best wishes أفضل الأمنيات أو أطيب الأمنيات أحمد لهنا كمّلنا شنو الإنشاءات إن شاء الله بالمقطع البعدة اللي راح نتناول بالمفردات بهذا المقطع إن شاء الله راح نتناول المفردات اللي هي vocabulary أدنى سؤال complete أكمل the second sentence أكمل الجملة الثانية so it means بحيث تعني the same as the first بحيث تعني نفس الأولى use a word استخدم كلمة from the box من الحقل each time في كل مرة عندنا الكلمات اللي راح نحط بالفراغ chair cursi sick married close معناها أغلق replied أجاب عدنا marriage معناها شنو close قلنا أغلق replied أجاب marriage زواج ويش معناه أمنية طبعا راح تتوضح من خلال الجمل no one answered my question يعني ماكو أحد أجاب عن سؤالي no one replied يعني معناها answered تشبه كلمة replied أجاب to my question يعني اثنين راح يعني نفس الشيء number two their wedding زواجهم was two years ago سنتين مضت their marriage أيضا معناها زواجهم فكلمة wedding تشبه كلمة marriage was two years ago number three is this taken هل هذا المقعد أو الكرسي أحد مخضى زين can I sit on this chair هل أستطيع أن أجلس عنه على هذا الكرسي أيضا معناها نفس الشيء هل هذا محجوز الكرسي كلمة chair تشبه كلمة seat مقعد أو كرسي number four don't forget لا تنسى to shut the door لا تنسى أن تغلق الباب please close the door شوف كلمة close تشبه كلمة shut يعني معناها يغلق number five he didn't come to school هو لم يأتي إلى المدرسة because he was ill لأنه معيض الجملة الثانية he didn't come to school because he was sick فش sick تشبه كلمة ill يعني لاتن معناها مريب زين her greatest desire رغبتها الكبرى is to become an artist أن تصبح فنانة her greatest wish wish تشبه كلمة desire يعني ترادفها بالمعنى to become an artist زين إهنا مرادفات ومعاكسات مهمة الانتونيمز معناها معاكسات dead alive يطيك بالامتحان dead alive official شنو عكسها unofficial أو بالعكس unofficial تطيه official يعني غير رسمي شنو تطيه رسمي زين different مختلف شنو عكسه similar متشابه modern يعني معناها شنو حديث old قديم pure معناها نقي أو طاهر أما pure معناها غير نقي أو غير طاهر pure قلنا يعني طاهر أو نقي أما pure معناها شنو غير نقي أو غير طاهر synonyms المرادفات عدنا wedding تشبه كلمة marriage seat chair مرادفات ذنية معاكسات answer reply desire wish shut اللي تشبه close L sick زين نجي هسة على البعض هاتمرين هم وهم complete the sentences أكمل الجمل with words from the books أكمل الجمل مع كلمات من هذا الحقل interpreter مترجم self access center مركز التطوير الذاتي أو الوصول الذاتي learning diary مذكرة تعلم software برنامج password كلمة مرور click معناها ينقع borrow يستعيع monitor شاشة number one هدني محلولات بس افهم المعنى يعني بدون فهم المعنى بالامتحان انت ما رح تقدر تجاوب number one a good way طريقة جيدة to learn a language لتتعلم لغة is to write and tectub and you're and tectub في learning diary بمذكرة التعلم everyday number two my sister is an interpreter هي مترجمة and she speaks french تتكلم الفرنسية and arabic very well number three i use the cds in the self access center في مركز الوصول الذاتي when i want to practice saying عندما اريد ان اموارس قول شنو الويردز الكلمات in english باللغة الانجليزية طبعا من انترجم الجملة ويجنك ذن الكلمات اللي بالازرق مجهولة رح تقدر تخليها حسب المعنى نزيد number four there is a lot of هناك الكثير من software برامج available متوفرة to help you لتساعدك learn english لتعلم اللغة الانجليزية on your computer على جهاز حاسوبك number five if you want to borrow اذا اردت ان تستعير a book كتاب you have to fill out عليك ان تملك a card بطاقة number six don't tell anybody لا تخبر اي احد what your password is ما هو ما هي كلمة مرورك only you فقط انت should use it فقط انت يجب ان تستخدمها وينبغي ان تستخدمها number seven to use the english language game لتستخدم لعبة اللغة الانجليزية click انقر on the icon انقر على الايقونة that says التي تقول game لعبة number eight if the screen if the screen is a blank سوداء معتمة you need to turn on تحتاج ان تشغل the monitor جهاء يعني الشرشة مالتك زين ادنا سؤال اخر complete the following sentences اكمل الجمل التالية with these words مع هذه الكلمات good nutrition معناها تغذية جيدة natural disasters معناها كوارد طبيعية health care عناية بالصحة child labor عمل او عمالة الاطفال number one when people are sick عندما الناس يكونون معيضين they need good health care عناية بالصحة يعني عناية بالصحة تكون تتميز انها مميزة جيدة زين نجهز نكمل الباقي عندنا number two children need الاطفال يحتاجون الى good nutrition الى تغذية جيدة شوفوا هناك شنو عندنا بالفراغ health care هنا شنو يحتاجون الاطفال good nutrition الى تغذية جيدة to grow strong لينمو بشكل قوي زين number three natural disasters الكوارث الطبيعية like storms مثل العواصف can't destroy buildings يمكن ان تدمر البنايات four child labor يعني عمالة الاطفال is when children work عندما الاطفال يعملون and don't have time ولا يملكون الوقت to go to school زين سؤال اخر complete the sentence اكمل الجمل with adjectives مع الصفات from the books من هذا الحقل فان مسلي interesting ممتع easy سهل heavy ثقيل dangerous خطير hard صعب زين نيجي هسه نقول it is interesting انه من الممتع to learn about and تتعلم حول different countries بلدان مختلفة it is dangerous انه خطع to go swimming alone and تذهب للسباحة وحيدا around here بالجوار my house is hard صعب to find this صعب to go because it is on انه على a very small stris على شارع صغير زين four this game is fun مسلي is fun to play يعني تجلب لك التسلية عندما تلعبها let's play again دعنا نلعبها مرة اخرى زين number five this machine is easy to use يعني سهلة الاستخدام if you read the instructions اذا شنو اذا قرأت التعليمات number six I'm afraid انا اخشى that suitcase ان تلك الحقيبة is too heavy انها جدا ثقيلة to take لنا تأخذ on the plane على الطائرة عندنا سؤال اخر ايضا complete the sentences اكمل الجمل with words مع الكلمات from the books شنو يلينج يقرض باعوا يستعير calculators حاسبات rehearse معناه يكرر write يكتب snores يشخر زياد number one اكتر الممثلين need to يحتاجون الى rehearse معناها تكرار four weeks لأسابيع before they make a film قبل ان يصنعوا الفيلم number two i can't sleep i can't sleep لا استطيع النوم in the same room في نفس الغرفة as my brother مثل اخوية because he snores لانه يشخر very loudly بصوت عالي زين نجي على التكملة number three can you lend me هل تستطيع ان تقرضني your book كتابك when you have finished it عندما تنتهي منه i'll give it back to you سوف اعيده لك next week الاسبوع المخبل i'm going to انا سوف write a report سوف اكتب تقرير on desert animals حول حيوانات الصحراء for science class لصف العلوم five do you want to bro هل تحت يعني تريد ان تستعير my umbrella it's raining انها تمطر يعني الان مثلا number six can we use calculators هل يمكننا ان نستخدم الحاسبات in this exam في هذا الامتحان or do we have to do the maths يعني او يجب علينا ان شنو ان نعمل العمليات الرياضية in our heads طبعا ليهنا احنا شنو كملنا الاسئلة الخاصة بالمفهدات وان شاء الله اذا همتكم اي اسئلة احنا ان شاء الله راح نجاوبكم بس خنكمل بعد شنو عدنا عدنا القواعد راح نتناولها بالدرس اللاحق بهذا المقطع الكامل اللي راح نتناول به ملخص ليشنو unit 1 و 2 on the 3 بهذا المقطع ان شاء الله راح نتناول القواعد اللي قام عدنا present simple المضارع البسيط وال present continuous المضارع المستمع وعدنا indirect question السؤال الغير مباشر وعدنا comparative answer relative عدنا المقارنة والمفاضلة الخاصة بال adjectives الصفات وعدنا comparison المقارنات اذا تفيد التشابه او الاختلاف وعدنا past simple الماضي البسيط وال past continuous الماضي المستمع وعدنا past perfect simple الماضي التام البسيط وال past perfect continuous الماضي التام المستمع وعدنا المضارع التام البسيط وهو present perfect simple وال present perfect continuous المضارع التام المستمع وعدنا articles ادوات التعريف والتنكية وعدنا proposition ال in وال on والاتهم راح نتناوله ان شاء الله اذا نجي على اول زمن وهو المضارع البسيط present simple المضارع البسيط عدنا سؤال خاص بdo as required اعمل كما هو مطلوب تجيك مثل هالجمل او نفسها بالامتحان مقاربة الها مثلا he speaks arabic اريد احولها الى صيغة النفي الجملة مضارع بسيط ليش منتهيها بأس الشخص الثالث الفعل فاقول he doesn't يوشان الفاعل they يكون الفعل مجرد فهسا من اريد ان فيها اقول he doesn't speak واحتاج فعل مجرد واكمل الجملة زين عدنا number two she understands english well عدنا هم جملة مضارع بسيط عدنا شي وشوف بالفعل اس الشخص الثالث yes no question مو معناها احط yes or no معناها اسويها صيغة استفهام مدام الفعل باس الشخص الثالث استخدم does كادات استفهام وتأتي بمعنى وتأتي بمعنى هل does she understand هل هي تفهم english اللغة الانجليزية well بشكل جيد عدنا number three i studies english at school ال i تاخذ فعل مجرد بالمضارع البسيط فلازم ارجع الفعل للاصل اقول i study english at school عدنا they والyou والwe والi بالمضارع البسيط تاخذ فعل مجرد number four how often you go to the self access center على هم تستفهم طبعا عدنا you و go ال go طبعا شنو عدنا تاخذ شنو و هي عدنا you عدنا you الفاعل you ياخذ do واضح ويبقى الفعل مجرد فصير الجملة how often do you go to the self access center يعني كم عدد المغات التي تذهب بها لمركز التطوير ذاتي شوف اذا كان نستخدم الدرس واضح زين number five how much that dictionary ضمير that dictionary it cost ويقول لك صحح هذا البين قوسيا فشنقول how much does that اذا بشن that dictionary نقدر نعوضها بال it فاستخدمنا does زين كوس معناها يكلف interpreters has a difficult job شوف interpreters جمع وطبعا الجمع ما ياخذ has شي ياخذ لازم ياخذ have يعني المعناها المترجمين يملكون مظيفة صعبة because they need لأنهم يحتاجون to speak أن يتحدثوا many languages العديد من اللغات very well the interpreters have نبدل ال has بال have زين ننضع seven when he go to school متى يذهب إلى المدرسة أم استفهام شنو معنا نحتاج does قبل الفاعل ليش خذ لانا does than he he or she you it تاخذ does ويبقى الفعل مجرد زين i be a student b طبعا تصارف بالمضارع البسيط is and i I I I I I من اكو بعد بعد يعني بعد الفاعل ادي يو صفه يو اسم يو ضعف احشنا استخدم ال is والام والار حتى يصير مضارع بسيط زياد اليو شي تاخد ال v تتحول الى ar يو كانت هي يصير is هي وشي وتاخد is فالبي ويا من نستخدمها ويا اليو والدي والوي نحول البي الى ar زياد فالجملة are you عراقي هل انت عراقي yes i am نعم انا عراقي زياد how do you learn vocabulary كيف تتعلم المفادات صحح عندنا do هذا الفعل مرات مو الا صحح مرات هو يدي اختبرك يشوفك تفتهم يشوف ينزل نفسه ليو ياخذ هو صحيح do يعني ما ياخذ does نقول how do you learn vocabulary كيف تتعلم المفادات عندنا the last sentence الجملة الاخيرة عندنا i sometimes practices english with my friends مع اصدقائي يعني انا بعض الوقات امارس اللغة الانجليزية مع اصدقائي correct بين القوسين اقول الا i متاخذ اس الشخص الثالث لازم يكون الفعل مجرد فاش اقول اقول اي sometimes practice مو اقول practices واضح اقول اي sometimes practice english with my friends طبعا دهنا ننتهينا من المضارع البسيط ان شاء الله بالمقطع البعده راح نتناول المضارع المستمر الان وصلنا الى زمن مهم هو present continuous المضارع المستمر وهو قاعدة شنو نحتاج is و am و are وفعل b ing وبعض الكلمات اللي دل على المضارع المستمر هي now at the moment وعدنا التغييرات من حالة الى حالة مثلا شنقول prices are going up or down قاعد مثلا ترتفع يعني او تنخفض نقول prices are going up or down يعني تفيد التغيير زين عدنا do as required اعمل كما هو مطلوب it is not rain now طبعا is not نحتاج هنا فعل b ing يعني ما قاعد تمطر الان نقول it is not raining now فصححنا الفعل وضفنا له ing طبعا هنا من ضاعف لان عدنا حرفين علة زين نجي number two what وعدنا b بين قوسين you writing your report about يقول عن شنو قاعد تكتب تقريرك عن شنو عن اي موضوع يقول لك correct فالبيش يصير are ليش لان عدنا you واضح زين عدنا we study the rain force يعني نحن ندرس الغابات المطيرة واضح فعدنا شنو present continuous يعني هاي دي نقول احنا احنا استمر بدراسة هاي خلال هذا الفصل ويمتد فنحولها الى الجملة الى مضارع مستمر لان هي مضارع بسيط فش تصير we are studying هاي صارت مضارع مستمر هاي صارت مضارع مستمر هاي مضارع بسيط we وفعل مجرد study فهنا we are studying صارت مستمر مزين number four the number of people انتبه هاي دي نقول عدد مو عداد فهاي جملة يعني هاي هذه العبارة هي مفرد فنقول the number of people who have computers الذين يملكون اجهزة حاسوب is you know go up ما يستمر نقول is go up لازم نحتاج فعل b ing فش نقول is going up يعني معناها عدد الناس الذين يملكون اجهزة الحاسوب is going up قاعد يهتفع زين عدنا number five prices going down وعدنا b يقول لك صحة حل b prices جمع يعني معناها الاسعار نقول prices are going down قاعد شنو تنخفض زين we are having dinner دي نتناول شنو العشاء with our uncle هي هاي مستمر الجملة شون احوله الى مضارب بصير فنحتاج we وفعل مجرد واضح هو ال have قاعد نتناول dinner العشاء with our uncle يعني we have شنو هنا نصارت شنو الفرق بالمعنى we are having هسه يعني at the moment now we have dinner معناه احنا متعودين نتناول شنو العشاء with our uncle واضح زين number seven what are you do at the weekend يعني شنو متعود بشكل مستمر انت تسوي عطلة نهاية الاسبوع واضح فهنا شنو لازم نحول الجملة الى مضارع مستمر لان عدنا شنو ع وعدنا الدو شنضيف له احنا طبعا الدو فعرئيسي ما جاي فعر المساعد فصير الجملة what are you doing at the weekend واضح زين the number of tourists معنى عدد السياح مو عداد السياح فالبيشة الصير 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 sdh لان عدد مو عداد is going up قاعد شنو يرتفع زين travel costs معناها تكاليف السفع واضح are شنو fall فنحتاج الفول معناها شنو قاعد ينخفض نحتاج فعل v ing are falling فسو more people لذلك شنو مزيد من الناس come visit other countries ليش لانا الاسعار قاعد تنخفض فمزيد من الناس قاعد يزورون بلدان اخرى واضح فare falling مزيد سيلز اوف كمبيوترز مبيعات جهزة الحاسوب جمع فالبيشة صير صير سيلز اوف كمبيوترز are rising قاعد شنو قاعد ترتفع زين نجي هسه بس خلنت اكد احنا اذا عدنا في تكمله زمن المضارع شنو المستمر حتى اذا ما عدنا تكمله الي ان شاء الله حتى نبلش يعني بعنوان اخر وهو السؤال الغير مباشر بس احنا شنو راح نخليه بمقطع اخر حتى يصير عليك شوية اسهل الآن في هذا المقطع راح نتناول ال indirect question السؤال الغير مباشر الفائدة يعني سؤال الغير مباشر حتى نكون اكثر تعدبا في الكلام واضح فشن نستخدم نستخدم ابارتين could you tell me or can you tell me ستقول اتنياناتين اختلفين لا اتنياناتين صحيحات تستخدم هذه العبارة او ذيتها العبارة من تحول السؤال المباشر الى غير مباشر مثال where are the dictionaries اين القواميس هذا سؤال مباشر كاتب لك بالامتحان فيه قوسيا indirect question فضيه العبارة could you tell me اذا عدك WH question where when what how often how much هذا نتنزلهم وبعدها شو نسوي اذا عدنا فاعل نخليه واضح بالجملة وبعدها نكمل الفعل اذا عدي ملاحظات عامة do does اذا حدفنا does نضيف للفعل is حدفنا do يبقى الفعل مجاغد طبعا من نحذف did نحول الفعل الى ماضي بس من عندنا are is واضح وام دني من نحذفهم نخلي الاسم وبراهن الفعل الفعل الكينونة واضح where the dictionaries are صارت تشبه الجملة المثبتة are you open to war يعني هلا هذا مكانك مفتوح غدا indirect question شوف انها بدأ الفعل كينونة يعني الافعال المساعدة من تجيب البداية نحن استخدم ورا عبارة can you tell me could you tell me if طبعا نحن ما اخذين شرحها لازم نتراجع الدروس الموجودة بالقناة فصير سهلة عليك هالي الحلول نستخدم can you tell me if you are open tomorrow tomorrow واضح تشوف انت الارت كانت من البداية صارت ورا اليو زين how much does it cost يعني كم يكلف واضح could you tell me شوف how much تنزلها كام لا واضح هدف نت داز نضيف للفعل اسس الشخص الثالث it cost زين number four do you have language software هلا عدك شنو برنامج للغة indirect question شوف ما بدو بدو يعني فعل مساعد فنحتاج if while could you tell me وcan you tell me ها استخدمنا can you tell me if you have شوف تدو حد اثناها والhave بوقت نفسها يوه كانت هنا درز كانت صارت الhave هاز زين can you tell me if you have language software طبعا لازم ينتهن بعلامة استفرام question mark لان احنا دنقول سؤال يعني غير مباشر is it time to go هل هو هذا الوقت اللي رح نذهب به and direct question could you tell me if it is شوف is بالبداية فحتاجين شنو if وصارت it is مو is it زين time to go number six do you have a football pitch هل يعني تملك شنو او تملكون انتم شنو ملعب لكرة القدم and direct question can you tell me if you have a football pitch زين where is the cafe شوف احنا WH question ما راح نهدفها هتنزل and direct question could you tell me where the cafe is is قلنا تشبه الجملة المثبتة بتركيبتها بس نخلي علامة السفران بالاخير لان مبدوء بجملة بفعل مساعد number eight how large هذا مهم تنزله نفسه لان how large يعني كم يعني كبر هجيم are the classes الصفوف واضح or يعني how large are the classes طبعا هاي هنانا double s لازم شنو نحذف هلين هنانا ما نحتاج جمع بس هاي اشتباه هاي نخليها double s عفوا بس حتى نصححها هاي تحذف لازم حتى تروح اللون مالتها نعم مثل شنو classes صار صحيحة نقول can you tell me how large the classes are واضح can you tell me how large the classes are هل تستطيع ان تخبرني كم حجم الصفوف زين شوف الـ عدنا nine what extra activities ما هي الفعاليات الاضافية do you offer indirect question سؤال غير مباشر could you tell me what extra activities you offer واضح شوف الـ لازم تحذف ويبقى الفعال مجرد زين نجح على الصفات المقارنة comparative adjectives ملاحظات عامة الصفة المتكونة من مقطع واحد نضيف لها er واضح بالمقارنة اذا منتهي ب-e نضيف فقط r اذا منتهي بحرف صحيح وقبل حرف علة واحد نضعف ونضيف er للصفات المتكونة من مقطع واحد زين المتكونة من مقطعين ومنتهي بـ y شنسوي نقلبها الى i ونضيف er زين المتكونة من مقطعين نضيف لها more ونضيف الصفة نقول بس المثال هارد 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 بيج بيجر فات فاتر بالمتحان يجيبلك هارد هارد ويجيبلك مثلا هابي هابير نقلب ال-y الى i ونضيف er هوت هوت ويت ويت نايس نايس هابي هابير هاته حالة شادة جود يصير بيتر والباد يصير وورس انشاء الله بالمقطع البعدة رح نتناول صفات المفاضلة بهذا المقطع انشاء الله رح نكمل شنو صفات المقارنة قبل من نبدي بالمفاضلة عندنا تمعين مهم محل معناها اختال الاجابة الصحيحة ماي سكول أريد أقول مدرستي شنو أكبر من مدرستك ماي سكول إز شنو بيقر أكبر دان يور سكول بالامتحان جايب لك شوز بيقر بيقست واضح فلنش نستخدم البيقر زين هنينج إز شنو الركض إز إزيار دان سكيت بوردينج واضح معناها الركض أسهل من التزلج بلوحة التزلج شوز بكاتب لك إيزي 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 إيزيار فنستخدم الإيزيار زين عدنا كومبيوترز آر يعني أجهزة الحاسوب آر مور إكسبنسيب دان موبايل فونز حاط لك إكسبنسيب مور إكسبنسيب موست إكسبنسيب فهنا شنقول يعني سعرهم أكثر غلاءا من شنو الموبايل فونز شنو أنه أجهزة الحاسوب الكمبيوترز فهنا أكسبنسيب طبعا متكونة من أكثر من المقطع فاستخدمنا المور بالمقارنة زين نجحل سابرلتف أدجكتيب صفات المفاضلة راح شنضيف ذ ونضيف است وحسب إذا منتهي بإي نضيف بس است إذا منتهي بحرف صحيح الصفة وقبلها حرف علا واحد نضعف ونضيف است واضح صفة متكونة من أكثر من المقطع واحد ومنتهي بواي نقلبها إلى آي ونضيف است واضح والأكثر من المقطع واحد نضيف موست ناك كنا بالمقارنة مور وعدنا حالة شادة هي القد والبالس راح نقرأ ناك صارت بتر بالمقارنة وهنا الباد صير the worst معناها الأسوأ جيد الأحسن الأفضل زين اخترى الإجابة الصحيحة الساعة المفاضلة the Amazon is the longest river هو أطول نهر in South America في أمريكا الجنوبية هم حاط لك اختيارة long longer the longest زين the polar bear الدب القطبي is the heaviest معناها أثقل شنو bear أثقل double زين حاط لك هم اختيار the heaviest heavier heavy فأنت اختارت the heaviest لأن النادي تفاضل تقول شنو الدب القطبي هو أثقل واضح؟ الأكثر صعوبة I have ever taken يعني لم أأخذ منه مثله من قبل أو لم أمتحن بمثله من قبل choose more difficult difficult the most difficult هنا أريد أن نقول هذا أصعب امتحان أو الأصعب واضح؟ نجعل قاعدة مهمة to say things are the same التشابه التشابه معات يعني شون أذال يعني مشتركين بشيئين يعني هذا يعني الشخصين اثنين اناتهم مثلا ينكرهون هذا الشيء أو يحبوه واضح؟ فهذا تشابه بيناتهم فشنو نستخدم استخدم قاعدة both and and like معناها both and معناها كل من واضح؟ كل من علي وأحمد like معناها مثل when neither and معناها لا ولا واز هم تستخدم للمقارنة طبعا احنا شرحيها بالقناة احنا هاي ذنراويك شون تجيك بالامتحان انانا عندنا مثلا both كمال and عباس are in year 10 حاط لك ذن الاختيارات ولازم شنو تخليهم بالفراغات اللي رح تجيك بالامتحان فانت شوف دائما both والآن تجيب حالة تجمع الفعل are واضح؟ بس إذا عدي فعل بيأسس شخص الثالث وفعل مجرد نحتاج الفعل المجرد لأنه هو يجيب الجمع both كمال and عباس are in year 10 like my school يعني معناها مثل مدرستي كمال 's school has self access center بي شنو مركز للتطوير الذاتي أو التعلم الذاتي زين شوف النايدا ش تحتاج فعل مفهد واضح؟ يعني إذا جايب لك is وart نختار is إذا جايب لك فعل مجرد وفعل بيأس الشخص الثالث نحتاج فعل بيأس الشخص الثالث نايدا كمال نوع عباس معناها لا كمال ولا عباس has to take يعني من الضرور أن يأخذوا الحافلة to school إلى المدرسة زين هس نكمل عندنا الملف رقم 16 راح نكمل طبعا هي وحنوصل صفحة ستصير عندنا واضحة number 16 زين نيجي هنا مثال آخر هزي كلاسز are يعني صفوفه are as large as mine صفوفه كبيرة ك معناها كصفوفي واضح هنا أنا طبعا ضمير تملك هزي كلاسز are as large as mine مزين نيجي to say things are different الاختلاف معناها شن شن اختم يعني اسلوب الاختلاف نستخدم unlike هناك استخدمنا like مثل unlike معناها لا يشبه like معناها يشبه not as as هزي شون نصير من خلال الجملة صير واضحة مثال unlike why school مو مثل مدرستي كمال's school is only for student in year 10 to 12 يعني هنا مختلفين يقول مدرسة كمال فقط للطلاب من سنة العاشرة الى السنة شنو اثنى 10 واضح زين كمال's school is in the city في المدينة and is not it is not as big as mine واضح زين يشي اكمل امتحان بهالطريقة complete these sentences اكمل هذه الجمل with words from the books مع الكلمات بهذا الموجود بهذا الحقل both and so unlike معناها both and كل من علي وآحمد على سبيل المثال او بين شيئين او بين ماتين دراسية دراسية زين unlike معناها لا يشبه مو مثل as as للمقارنة واضح مرات فيه تشابه مرات شنو اختلاف neither nor من خلال الجمل هنحنشوف الحل طبعا هنا محلولات بس لازم نفهمها both عبدالله and اليوم are in year 10 يعني كلاهما بسن العاشر neither عبدالله nor شوف هنا are فاستخدم both and neither عبدالله لا عبدالله nor اليوم ولا اليوم ووكس شوف الفي البي اس الشخص الثالث نحتاج neither و نور ويا فعل مفرد يعني لا عبدالله ولا اليوم يتمشيان الى المدرسة زين unlike عبدالله مو مثل عبدالله شوف اللايك والأنلاك تجيب البداية عادة وفراغ واحد unlike عبدالله اليوم goes to school on friday مو مثل عبدالله اليوم يذهب الى المدرسة بأيام الجمعة زين عدنا number four اليوم زيس school is not as big as ليست كبيرة شنو as عبدالله كأدرسة عبدالله زين number five both عبدالله and طبعا هنا both عبدالله and هنا طبعا نحتاج شنو الى اسم عدنا هذا كتصحيح مثلا both عبدالله and ناخد اسم and اليوم واضح فهذا هنا رح نحتاج اسم حتى يصير عندك واضح تصحح يمك تقول both عبدالله and اليوم play football يعني كلاهما شي يلعبون كرة القدم زين unlike اليوم ومثل 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 اليوم عبدالله plays شوف هنانا لان عبدالله مفهد فشنو نحتاج فعل بأسس شخصة ثالث basket ball زين زين عدنا طبعا قبل من انتهي بهذا المقطع يعني لازم نكمل هاي الصفحة حتى ننتقل الى المقطع البعد عدنا الماضي البسيط past simple do as required i help my father يستهدي يقول لك correct عندنا يستهدي فما يصير help لازم احتاج فعل ماضي الhelp شصير بالماضي helped واضح زين نجي هسا على الملف رقم 17 number 17 حتى نكمل الماضي البسيط نعم زين هسا نجي على الماضي البسيط عدت نكمله نقول جملة عندنا when i was little when i was little عندما كنت صغيرا i have a dog هنا عندنا was يعني جملة ماضي ويقول لك correct الفعل بين قوس هاد واضح زين she فراغ a lot for the exam كثيرا للمتحان and got got بالماضي a good mark درجة أخذت يعني شنو درجة جيدة فبالماضي فحط لك studies studied 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 نحتاجها نمبر 4 أمل wants to be a famous musician أمل يعني تريد تكون موسيقية مشهوعة past simple wants ال wants بالماضي شوصي wanted واضح زين نمبر 5 موسيقية she see see an advertisement advertisement يعني شنو اعلان last week شوف last week الدل على الماضي فشنو صارت see so زين نمبر 6 tom send them tom عدنا send them a letter two years ago two years ago يعني معناها سنتين مضت شوصير طبعا send yourself فشنو الصير في الماضي sent ليش لان two years ago يقول لك correct صح على الفعل بين قوس نمبر 7 ياسمن go to the book shop yesterday واضح correct ياسمن واضح طبعا هنا هم نحتاج حرف الان هذا للتصحيح واضح هاي لانا شوية مستعجلين بالكتابة يصير بعض الأخطاء واضح فهنا نحتاج عرف الان واضح ياسمن نحن شوية ننزله went to the book shop يسا دي يعني ذهبت إلى محل أو دكان الكتب البارحة هنا ندين الأفعال نحول إلى الماضي شنو الماضي البسيط want or wanted send sent مطيق مثال want wanted واضح send sent ring rang واضح run run shout shouted see saw answer answered point pointed tell told start started go went have had get good شوف ذنه افعال قياسية وغير قياسية نزين نجي هسه اليمن على الماضي المستمر do what were you do at seven يعني شت تستوي الساعة السابعة الwhere وعدنا you نحتاج فعل bing حتى يصير ماضي مستمر what were you doing at seven شت تستوي الساعة السابعة i be reading a book يعني كنت شنو اقرأ كتاب when the doorbell عندما دق الجرس رنج فنصحح ال b شو صير بالماضي المستمر صير was زين i wasn't sleeping when you called طبعا نشوف i wasn't نحتاج فعل ing فحاط لك sleep sleep sleeping فشنو تختار sleeping زين نجي هسه على الملف number 18 عدنا ايضا زمن هو الماضي المستمر نكمل بعض الجمل الخاص بي عدنا number four i stand on the corner حول الى pass continuous صار i was standing on the corner عدنا number five he go into the shop حول الى pass continuous صير he was going into the shop زين he carry a big black bag pass continuous صير he was carrying a big black bag number seven he wear jeans a t-shirt and a cup pass continuous حول صير he was wearing واضح wear معناه يلبس زين carrying يحمل 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 شي number eight he drive a white van فاين عرب مثل السيارة pass continuous he was driving a white van number nine where where you stand صير اذا اريد احولها الى ماضي مستمر صير where where you standing يعني بالحالة الاستفرام يعني السارق الحرامي what was the burglar doing when you saw him ان شاء الله بالمقطع البعض رح نتناول الماضي التام البسيط الان رح نتناول الماضي التام البسيط بالماضي التام البسيط نحتاج الهاد وتصفيف الثالث للفعل مثلا عدنا she was late for dinner because she had missed طبعا الهاد لازم يجي بعدها تصفيف الثالث واجي اشوف هذا الفعل قياسي وغير قياسي هذا الفعل قياسي فينضاف لأيدي نقول she had missed واضح يعني فاتتها the boss الحافظة زين عندنا هاي الجملة when sammy got home his brother had leave had leave غلط لازم نقول had left ليش لان التصفيف الثالث ما leave left نشيل had واذا بقت left يصير جملة زمن ماضي زين لازم ترجع القائمة الافعال الشادة زين نجي نمبر ثري my sister had buy اقول had يجي بعدها تصفيف الثالث الباي شي صار بالتصفيف الثالث يصير bought زين نجي نكمل عدنا امثل اخرى عدنا نمبر فور I was nervous when I got to school because I hadn't عدنا سماوضي تاما في بس عدنا هذا الفعل study لازم شي يصير لازم يصير studied لازم تصفيف الثالث لان هو هم فعل قياس نضيف ل ed بالتصفيف الثالث ويا hadn't زين نمبر فايف after school I started working to the supermarket because my mother had ask ask معناها يسأل أو طلبت واضح طلبت مني فهن احتاج تصفيف الثالث ما الاسك هي شنو asked همضيف ل ed had asked زين نمبر 6 عدنا I couldn't phone مريم because I hadn't شنو leave أقول لازم I had left تصفيف الثالث ما leave left زين هذا الحل I had left زين نجي يمطيك أمثلة فعل وتسوي تصفيف الثالث التصفيف الثالث ما see scene close closed leave left eat eating go gone cold cold يعني بعضها قياسيات وبعضها لا شاد زين نجي على الماضي التام المستمر past perfect continuous do as required Mary was very tired when she got home because she had been shop طبعا الماضي التام المستمر يتكون من had وبين وفعل bing فهنا shop معناه يتسوق فنقول had شوف هذي had been shopping زين عندنا john hadn't been listen نقول where had been لازم يجي فعل bing هنا من في had been listening واضح هذا الحل واضح هاي لازم جدا مهم القاعدة زين نجي هسه على تكملة باقي الأمثلة الخاصة بيا زمن زمن الماضي التام المستمر هذا yes no question الهاد بالبداية had they been waiting واضح هنا هذا الحل waiting ليش had وبين واضح فبحالة yes no question نحتاج ال bing زين four واضح عندنا شوف هنان she had been work هذا البي ان قوسيا هم نفس she had been working واضح حتى حولنا الى شنو ماضي تام مستمر بعدها هذا المقطع راح نتناول المضارع التام البسيط بهذا المقطع راح نتناول المضارع التام البسيط ويسمى باللغة الانجليزية present perfect simple شو نحتاج نحتاج ال have وال has زائد التصريف الثالث للفعل ال has شو تاخذ ال he وال she وال it وال have مع بقية الضمار ونحتاج قلنا وياها التصريف الثالث للفعل سؤال do as required he has leave the school شو صير has left شوف بالماضي التام البسيط كنا نحتاج ال had وتصريف الثالث للفعل ما غيرت يقول لك حول الجملة من هذا الزمن الى زمن اخر فلازم تعرف القاعدة نقول he has left the school number two he has studied for the exam negative شو صير ال has hasn't studied he has live here for five years correct نقول ال has تاخذ شنو تصريف الثالث للفعل تصريف الثالث ما للفعل live هو قياس يصير lived زين سو has a ton واضح يعني طفح بالوجه طفح من الشمس يعني has she just came اقول has she just came now ال has شو تاخذ لازم تصريف الثالث للفعل فcame هي ماضي فش صير come has you ever traveled by plane هنا شنو عندنا has وها you اليوم تاخذ شنو ال has بالمضارع التام البسيط تاخذ have have you ever traveled by plane زين number six he have ما عندنا he have never left هاي تصريف الثالث فالهي شو تاخذ تاخذ هاز نقول he has never left بصرة زين number seven have have you ever been to egypt واضح فاله هاذ تاخذ تصريف الثالث تشوف هنا ما عندنا فعل b ing حتى نقول شنو فعل b ing حتى نقول ماضي تام مستمر بس عدنا have وعدنا شنو عدنا b have you ever been to egypt number eight he has never far the pyramids الهرامات هاز شتاخذ تصريف الثالث حاطلك see so seen زين نجي نكمل باقي الامثلة number nine هاذا ددينا يعني ددينا نتكلم عنه المضارع التام البسيط هاز نادية فراغ هير هوم ورك yet فحاطلك هاز نادية مو فيعني هاذا yes no question للمضارع التام البسيط نحتاج تصريف الثالث هنا finished واضح هنا finish and finishes هاذا نحتاج بالبسيط they haven't took have يجي تصريف ثالث بعدها طبعا بدنا في نقول taken took taken taken have you pick up the brochures yet نانا have yes no question بحالة المضارع التام البسيط هاذا pick فعل قياسي شنضيف ed number 12 has the film space already start started طبعا yes no question للمضارع التام البسيط نصير started ليش لأن هذا فعل قياسي نضيف ed بالتصريف الثالث زين هوا شوف يقول لك اختار your start your starter عمزي has already has يحتاج تصريف الثالث بعدها وحاط لك فعل ving coming يعني غلط فش الصير coming صير come زين number 14 i've far reservation مو فحاط لك makes made make فنحتاج تصريف الثالث فشن نحتاج نحتاج made يصنع او يكون واضح reservation معناها حجز زين has you packed your suitcase correct واضح فهنا اليوشي تاخذ لازم تاخذ have have you packed your suitcase زين نجعل المضارع التام المستمر شو نحتاج نحتاج هاز وhave وبين وفعل ving واضح وعدنا بالماضي التام المستمر جنا نحتاج had been فعل ving مثال i have been فش نصير i have been working لازم زين number two he have been waiting بس منطيك هنا صحح ال have شو صير لازم صير has زين بهاي الجملة i have been visit شو صير i have been visiting زين number four have you been حاط لك شنو فراغ it smells good اختار cooks cooking cooked cook have you been يعني شنو مضارع تام مستمر فرحت تح فعل ving زين ان شاء الله بالدرس البعد يعني المقطع الاخر رح نتناول ادوات التعريف والتنكير بهذا المقطع ان شاء الله رح نتناول ادوات التعريف والتنكير وتسمى باللغة الانجليزية articles هي ادوات التنكير رح نتطفد ملاحظات عامة عنها الا والان الا مع الاسماء المبدوئة بحرف صحيح والان مع الاسماء المبدوئة بحرف ال طبعا اذا تكلمنا عنها لأول مرة فناخذ ملاحظات استخدم الا والان عندما تتحدث عن شيء ما لأول مرة هناك قطار طبعا ادوات التنكير الا والان وذات التعريف فشوف هنا من قدر نقول هناك القطار الى لندن الساعة الخامسة فش نقول هناك قطار الى لندن الساعة الخامسة وكلوك يجيب لك اختيارات بالامتحان زين عندنا هناك مبدوئة كلمة تفاحة فنستخدم هناك تفاحة فمن استخدم غلط ملاحظة استخدم مع الكلمات المبدوئة بحرف صحيح والان مع الكلمات المبدوئة بحرف علة وحرف العلة هي ال i وال e وال u وال a وال o شوف اتكت بطاقة مبدوئة بال t ان امبرلا واضح ان رزرفيشن ا ان اقزام واضح مبدوء الاقزام بحرف e زين اداة التعريف definite article اللي هي شنو there ملاحظة استخدم there عندما تتحدث عن شيء سبق وتحدثت عنه او لا يوجد سوى واحد منه يعني هذا الشيء بس واحد مثل رئيس الجمهورية مثال is there a restaurant car هل هناك عربة مطعم on the train على القطار مو على قطار فنحتاج there the president الرئيس is giving الرئيس يعطي شنو الخطاب speech tonight واضح the president ملاحظة ثانية استخدم there مع البلدان التي تحتوي على اكثر من ولاية او امارة مثل the united states الولايات المتحدة الامريكية the united kingdom المملكة المتحدة the united arab emirates الامارات العربية المتحدة الملاحظة الثالثة استخدم there مع اسماء الانهر الجبال البحار المحيطات مجموعة جزر صحاري الفنادق والمتاحف the nile نهر النيل the alps جبال الالب the red sea البحر الاحمر the pacific ocean معناها المحيط الهادئ the philippines الفلبين دولة متكونة من مجموعة جزر the sahara صحراء the halton هو اسم جبل عفوا اسم the halton اسم فندق عدنا the national museum of iraq يعني شنو المتحف الوطني العراقي والملاحظة الرابعة الهي لا تستخدم اداة يعني لا تنكية ولا تعريف مع شنو مع معظم اسماء البلدان والمدن والقارات والشوارع والبحيرات ايجبت دولة روم مدينة يورب قارة بون ستريت يعني اسم شارع لايك فيكتوريا اسم بحيرة واضح؟ فان شاء الله راح نكمل وياكم موضوع آخر بالمقطع البعد الآن نأتي الى تمرين المهم للصف الرابع العدادي complete the sentences اكمل الجمل with words from the books يعني من كلمات الموجودة بهذا الحقل or معناها أو and where so لذلك because بسبب نأخذ الجملة الاولى it was hard where انه كان عمل صعب and I always tired وانا دائما ما اشعر شنو بالتعب زين I didn't know how to read or write انا لا اعرف كيف اقرأ او اكتب واضح؟ I didn't know how to read or write لا اعرف كيف يعني شنو اقرأ او اكتب مثال الثالث او جملة الثالثة I earned very little money يعني اكسب كسبت قليلا من المال so I couldn't لذلك لم استطع شنو pay ادفع the school fees جوع المدرسة now الان I can read and write الان استطيع ان اقرأ واكتب زين number five I'm happy انا سعيد because شوف احنا طبعا حاليها بس افهم الجمل حتى تختار الاختيار المناسب I'm happy because بسبب I can go to university لاني استطيع شنو الذهاب الى الجامعة all children جميع الاطفال should get an education يجب ان يحصلوا على التعليم and good nutrition والتغذية الجيدة and زين بعض المدارس جمرت بالكوارث الطبيعية so لذلك children النتيجة can't go to school لا يستطيعون الذهاب الى المدرسة 8 education is important التعليم مهم because it can help you يمكن ان يساعدك get a good job للحصول على وظيفة جيدة زين students who finish الذين يعني الطلاب الذين ينتهون من شنو secondary school من الدرسة الثانوية can get a job يمكنهم الحصول على وظيفة or go to university الذهاب المن الى الجامعة بقالنا طبعا موضوع حروف الجه راح نكمله حتى يتكامل الملاحظات الخاصة بالunit 1 وال2 و3 الآن لدينا الموضوع الاخير البربوزيشن الات والان والان نقول لك use at استخدم at with times مثلا I get up at 7 use at in some fixed expressions استخدم at مع بعض التعابير الثابتة مثلا نقول at school واضح نورة isn't here she is at school يعني يبدو حاني نجيب لك فراغ at in on فمع المدرسة نستخدم at my father is at work نستخدم at work so he can't help me لا يستطيع مساعدتي with my homework مع واجب البيت الآن ماذا تفعل في عطلة نهاية الأسبوع نقول at the weekend use on with days of the week استخدم on مع أيام الأسبوع نقول on five days واضح on Saturday on Monday زين use in with months مع الأشهر of the year معنى مع الأشهر السنة and with some times of the day مع بعض أوقات اليوم مثل شنو مع الأشهر احنا صارت واضحة in December in August نقول in the morning in the evening in the afternoon شوف هنا in the morning و هنا in the afternoon واضح زين نجي نجي على use at ويا كلمة أخرى use at with night استخدم at with night مثال there is a sound on night show at night at night شنو معناها في الليل زين use in with some fix expressions مثلا نقول مين نقول at hospital شنقول هنا in hospital في المستشفى فنستخدم وهي hospital in هنا ننتهي هنا من قواعد الوحدة الأولى والثانية والثالثة فأي سؤال عندكم تقدر تترك التعليقات بالفيديو وإن شاء الله نوضح لكم بعض الأمور